السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد كورس باور بي اي الدرس رقم 41 ديمو رقم 28 في الدرس بتاع النهاردة هنتكلم معنا ازاي نقدر نكوننكت على اي بي اي الدرس ده له اكتر من هدف الهدف الاول ان احنا نعرف اصلا يعني ايه اي بي اي تاني هدف ان احنا نستخدم الابا في باور بي اي تالت هدف ان احنا هنجرب الباور بي اي ديسكتوب بتاع الاباور بي اي الريبورد سيرفر وهنشوف ان هو مفيش فرق سواء في مرحلة الترانسفورميشن او في مرحلة الفيجولايزيشن والمودلينج احنا شغالين وهنشوف ان هو كل الحاجات اللي تعلمناها قبل كده في الاباور بي اي ديسكتوب بتاع الاباور بي اي سيرفاس بالمثل انقدر ننفذها على الPower BI Desktop بتاع الريبورت سيرفر الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الفرقات ما بين الPower BI Desktop بتاع الريبورت سيرفر والPower BI Desktop بتاع الPower BI Service وتكلمنا عن الفرقات ما بينهم عموما ممكن ترجعوا وتشوف الفرقات دي اقول حاجة معنا يعني ايه EBI EBI هي اختصار لApplication Programming Interface ال EBI لها استخدامات كتير مثلا لو انا عايز اخلي Two Systems او Two Applications يكلموا بعض يكلموا بعض لأسباب كتير اما ان هما Two Systems معمولين بتكنولوجز مختلفة يعني واحد معمول .NET وواحد معمول Java وعايزينهم يكلموا بعض فبيتم دوت من خلال EBI او ان هما شركتين منفصلتين وعايزين يكلموا بعض لأسباب عدة مثال على كده لو انا عندي مثلا السيستم بتاع الأوردرز فانا هطلب الأوردر ده مثلا معمول بالجافا وبعدين انا عملت الأوردر بتاعي وخلصته وبعدين طلبت الأوردر فالمفروض ان هو هيطلع لي فاتورة فالسيستم بتاع البلينج معمول مثلا بال.NET او هو معاتي مختلف او ايا كان السبب في الاخر هما Two Applications مش عايزين الApplication الاولي يكلم الداتابيس بتاع الApplication التاني او الApplication التاني او الApplication الاولي يكلم الداتابيس بتاع الApplication الاوليني بسبب Security بسبب ان هما بتكنولوجيز مختلفة بسبب ان البيزنس لوجيك موجود في الApplication فده من اسباب استخدام الAPI ان هي بيتحتوي على بيزنس لوجيك فعشان اعبلاي عليك البيزنس لوجيك انت لازم تتعامل معي من خلال الAPI دي احد الاستخدامات ممكن مثلا ان افكر في مثال ممكن بنقبله على طول وليكن شركة فوري ازاي في شركة فوري انا ممكن اروح لفوري واقول لها اني عايز اشحن الخط بتاعي برصيد معين خط دوة مثلا فودافون ازاي فوري هتتعامل مع السيستم بتاع فودافون دول شركتين مفصلتين تكنولوجيز ممكن تكون مختلفة ممكن تكون زي بعضها بس في الاخر فوري متداش توصل للداتابيز بتاع فودافون مباشرة ولا العكس طب ده بيحصل ازاي عن طريق ان فودافون بتعمل اي بي اي وبالاتفاق مع فوري تديه لفوري وفوري تستخدمه ان هي تشحن لي الرصيد او تزود البالانس بتاعي بالقيمة اللي انا دفعتها وبعدين هما يبقوا يتفقوا مع بعض عن القيمة اللي فوري هتاخدها نظير الخدمة دي في الاخر دي احد استخدامات الابي اي كمان من استخدامات الابي اي المشهورة مؤخرا ان هي بتتعامل مع الفرونت اند والباك اند يعني الفرونت اند يكلم الباك اند ثرو اي بي ايز زي انجلر ورياكت والحاجات دي كلها الابي ايز لازم اكون عارف فيها شوية معلومات عشان اقدر اتعامل معها اول معلومة محتاجة عرفها ايه العنوان بتاعها بنقول عليه انت بوينت الانت بوينت بتاعها ده ببساطة جدا بيكون عبارة عن your URL او IP بتاع الاحبي اي بي اي اي انا عشان اتعامل معها هكتب ايه في الاحبي ايو ار الي اي ببساطة جدا ده اول معلومه الحاجة التانية وهي الاثنتيكيشن انا هي اوثنتيكيشن ازاي مع الاب اي اي ممكن تكون اي بي اي مل الهاتف او اساعتها بيكون انوليموس يعني مش محتاجة اكون عارفني عشان اتعامل معاه او عن طريق او ثنتيكيشن او ثنتيكيشن في طريقة الادية ممكن ابعط له يوزر نيمو باسورد فبالطريقة دي تيعرف انا مين واقدر اعمل ايه او ايه الصلاحيات بتاعي البرميشنز اللي اقدر اعملها او عن طريق الطريقة الاشهر حاليا وهي Access Token Access Token بيكون بصورة طويل شوية غير مفهوم غالبا API اللي انا بتعامل معي لما بعت له ال Access Token هو بيقدر يعرف انا مين واقدر اعمل ايه الصلاحيات بتاعتي ال Access اللي انا حاصل عليه فدي تاني نقطة تالت نقطة انا محتاج اعرف ازاي هتعامل مع ال API ايه الفونكشنز اللي بتعملها ال API هل انا هقرأ منها data ولا هبعت لها data تنفذها هبعت لها Action تعمله زي مثلا ان هي ترايت زي مثلا مثال بتاع فوري وفودافون ان انا لما هدي لها المعلومة بتاع رقم التليفون هتبعت رقم التليفون والقيمة اللي انا اديتها لها الفلوس يعني لل API وبالتالي هتروح تعمل Action عند فودافون ان هي تزود الرصيد بتاعي فكده بتعمل رايت او ممكن اسأل انا فوري ايه العروض اللي عند الفودافون عشان تشترك لي مثلا لو دي اوبشن موجود عندهم فبالتالي هي هتطلب من فودافون ان فودافون تعمل لهم API ال API ده بتقرأ بالعروض فال API ممكن يكون بيكتب ممكن يكون بيقرأ كمان لما هاجي ابعت لال API رقم التليفون او القيمة هل انا هكتب AMOUNT ولا هكتب TOTAL ولا هكتب MONEY ولا هكتب FULL NUMBER ولا NUMBER بس هكتب الميني الاول وميني التاني هل FULL NUMBER من غير UNDERSCORE ولا بـ UNDERSCORE كل التفاصيل دي انا محتاج عرفها كمان هو لما هيرد علي هيرد علي بشكل عامل ازاي هيقول لي done ولا هيقول لي successfully ولا هيقول لي true ولا هيقول لي completed هيرد علي في شكل تكست ولا هيرد علي في شكل XML ولا هيرد علي في شكل JSON دي كلها معلومات انا بحتاج عرفها الطبيعي والمتعرف عليه ان اي حد بيعمل API ال API دي بيكون لها documentation ال documentation دي بتوصف كل التفاصيل اللي انا قلت عليها ال Access Point ال Authentication ال functions اللي موجودة اللي نقدر نعملها كل functions بقدر نريد بيها ولا برائت وكمان الطريقة التعامل وهبعت له ازاي وهيرد علي ازاي مبدئيا قبل ما اتعامل مع اي API انا لازم اذاكره documentation بتاعته فده اول جزء ال API اللي احنا هنستخدمها هي ال API بتاعة الفيسبوك متعرف عليه لما الشركة تيجي تعمل application ال application ده ما بنعودش نوصفه يعني ما بنعودش نقول ال system اللي بيعمل كذا وكذا وكذا ولا بلا 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 لا انا بديله اسم بطلق عليه اسم في الاخر علشان يسهل التعامل بي لما انا اذكره باسم خلاص كل الحضور او كل الناس اللي سمعت الاسم عرفت انا صدقي ما ينفعش اقول ال application اللي بيعمل كذا واللي بي apply كذا وهكذا لا انا بطلق عليه اسم طيب الفيسبوك اطلقت على ال API بتاعتها اسم graph ال API اللي احنا نتعامل معاها هي facebook graph API graph API ما هو الا اسم في الاخر هي API اللي بتتعامل بيها مع الفيسبوك المثال بتاعنا ان احنا نحاول نقرأ شوية معلومات من الاكاونت بتاعي على الفيسبوك زي مثلا البوست بتاعتي وناخد المعلومات دي ونبدأ نعرض بيها حاجة معينة ممكن كمان نشوف مثلا الصور اللي انا حطتها على البروفايل بتاعي ونشوف ده ممكن نستخدمه ازاي منين اقدر اشوف ال graph API قلنا ان اول حاجة مهتمة اعرفها ان انا اشوف ال documentation يلا بينا نبدأ ونشوف ده ممكن يحصل ازاي الاول نفهم ال API هنتعامل معاها ازاي وبعدين نشوف ده هيتنفس ازاي على power bi desktop يلا بينا نبدأ ده اللينك اللي هو موجود في ال documentation developers.facebook.com.docs.graphapi اي حد عايز يعرف تفاصيل عن ال API فهو هيعرف ده من ال documentation دي وكمان مهم ان انا اعرف ال version بتاعها ف ال API حاليا هي في ال version رقم 16 عشان انا لما اجي استخدم feature معينة عشان اعرف ازاي كانت موجودة ولا لا اتأكد ان دي موجودة في ال version اللي انا باستخدمها عندنا شوية معلومات اساسية قلنا ان احنا محتاجين نعرفها قبل ما اتعامل مع ال API اول حاجة ال end point بتاعها ال end point هي ال URL اللي انا هتعامل معي ببساطة جدا اسمه graph.facebook.com كمان طبعا هو URL فايبقى http.s.slash.slash فده ال end point كمان انا بحدد ال version زي ما قلت ان انا هستعامل معيها فبعمل slash وبعدين اقول له v ورقم ال version ال v small و 16.0 وبعدين slash وبقول له انا عايز من ال API ايه قلنا ان ال API دي ممكن تكون لها استخدامات كتير ممكن تكون بتقرأ حاجة ممكن اكون بقرأ posts بقرأ صور بقرأ comments بقرأ likes ال pages اللي عامل عليها follow مثلا وهكذا فهي ممكن تكون حاجات كتير لسه هنشوف هنجيب ايه من ال API تاني حاجة معي وهي الاثنتيكيشن الاثنتيكيشن مع graph API هو access token بنجيبه منين عشان احصل عليه لازم يكون عندي حاجة اسمها facebook app ال app facebook ده له استخدامات كتير طبعا مش هو ال app اللي موجود في store اللي بنزله على الموبايل بتاعي لا ده application بس بيستخدموه ال developers عشان يتعاملوا مع ال component او الحاجات اللي الفيسبوك بيقدمها فانا هستخدم ال app دوت علشان اجيب access token ده الهدف بتاعي هل له استخدامات تانية لو استخدامات تانية كتير فانا الاثنتيكيشن بتاعي عبارة عن access token فده بيكون من خلال app منين اقدر اكريات app ببساطة جدا وانا واقف على documentation طبعا اتأكد ان انا انا عامل لوجين انا عامل لوجين بي الفيسبوك اكاونت بتاعي هلاقي في حاجة اسمها my apps طبعا لو انا برضو رحت للينك بتاع developers dot facebook dot com عملت enter هيوديني برضو لنفس اللينك بس مش ال home page يعني ده طبعا ال home page لو انا ضغط على my apps من فوق من هنا هيوديني لنفس اللينك اللي انا ممكن اجيبه من هنا طبعا لو انا مكنتش عامل لوجين هيوديني على طول هيطلب مني ان انا اعمل لوجين الاول بالاكاونت بتاعي الفيسبوك بتاعي هنا لو انا عندي apps بتكون موجودة هنا طبعا انا ما عنديش لسه apps فهقول له انا عايزة create app هقول لي انت عايزة create app عشان تعمل بي لوجين على الفيسبوك من application تاني يعني لا انا عايزة استخدمه في حاجة مختلفة وهقول له next بيقول لي انت عايزة تستخدم ال application في business ولا consumer ولا في gaming ولا تعمل بي work place لا ولا اي حاجة من دون وهقول له next هنا بيقول لي بيطلب مني ان اعمل اب name ادي لي الاب name عشان استخدمه بعد كده عشان زي ما قلت لكم يكون عندي اكتر من اب وكل اب بيستخدمه في حاجة مختلفة اقول له permission مختلف فمسلا ممكن اقول زنون لاب اب وده الايميل بتاعي بتضيفه هنا وبعدين اقول له create الاب زي ما قلت لكم بيستخدمه في حاجات كتير جدا باستخدمه في الفيسبوك لوجين باستخدمه مع الانستجرام في graph API مع المسنجر وحاجات تانية كتير انا محتاجه في ايه انا بس محتاجه علشان اجيب باكسس توكين ده الاحتياج الاساسي بتاعي نقطة كمان محتاجين نعرفها اني الفيسبوك عامل تول التول دي بتساعد في استخدام ال API اسمها ايه اسمها graph API explorer بتستخدمها علشان تساعدك في التعرف على الاب لو انت لسه مش عارف او لو انت عايز توفر وقت من ايه انا قدر احصل عليها من tools من فوق هنا لو قفت بالماوس كده هلاقي graph API explorer بختارها ده شكل التول هلا انه هو عبارة عن ال URL بتاعي هنا جيت لاني هجيت data هنا دول ال HTTP عندي جيت و بوست و ديليت فانا محتاجة استخدم ال get وهنا ال version بتاعي سلاش الحاجة اللي انا عايزها دي الحاجة اللي انا كنت بقول لكم عليها في ال url اللي هو هنا فده ببساطة جدا ال url بتاعي عشان اجيب ايه عشان اجيب ال id والname بتوع الاكاونت بتوعي فهنا ال graph.facebook.com slash version slash الحاجة اللي انا عايزها فده ببساطة جدا ال url بتاعي عندي هنا على اليمين submit button بضغط عليه عشان يجيب data لو انا دي شفته دلوقتي هلاقي انه هو dimd ليه لانه هو بيقول لي هات access token هبص لقي ان انا عندي حاجة اسمها access token لسه مش موجود وبيطلب مني ان انا generate token جديد ولو بصينا هلاقي انه بيحتاج متة اب الاب دوت اللي انا لسه مكريته دلوقتي اللي هو زنون lab اب اللي احنا عملناه مع بعض لو ما كنتش عملت وجود تجيت هنا على طول كان هيطلب مني ان انا كريت اب الاول هقول له generate access token هنا بيقول لي خلي بالك ان الاب دوت هيحصل على access لاسمك والصورة بتاعتك فهقول له ماشي ال access token ببساطة جدا عبارة عن بصور طويل جدا بيحمل معلومة انا مين واقدر احصل عليه هنا هقول له submit button اشتغل هلاقي ان هو بيقول لي ده ال account id بتاعك وده اسمك طيب ممتاز انا مسلا عايز استخدم حاجة تانية عايز مسلا اجيب البوست بتاعتي ممكن اروح على ال documentation بتاعتي واروح السرش على ازاي بنجيب البوست مثلا ممكن اروح على جوجل اسهل في السرش مثلا بقى هنيجي على جوجل ونكتب له facebook API get posts عايز اجيب البوست بتاعتي فهقول له search هنبص على اول لينك ده اللي هو برضو في نفس ال documentation بتاعتي reference version users posts فهنا بيقول ان انت عشان تحصل عليها محتاج تكتب posts في الاخر طبعا المثل بتاعتي get ال host او ال endpoint graph.facebook.com ومحتاج access token ومحتاج كل التفاصيل بتاعتي وهيرد علي ازاي تعالوا نجرب ده بنفسنا في explorer هنا انا محتاج ده اليوزر بتاعي اللي هو انا اللي كان بيقول عليه اليوزر id وهنا الفيلس اللي انا عايزها فاما اني اجي هنا واقول له كما واكتب الحاجة اللي انا عايزها الايميل الجندر انا عايز البوست واقول له submit طلع لي debug message لو ضغطت عليها هلاقي بيقول لي اني البوست ديت accessible لو انت عندك access على permission اسمه user posts منين اقدر اضيف الpermission دوت لل access token بتاعي هلاقي اني في حاجة عندي اسمها permissions هو حاليا حاصل على permission اسمه public profile طب انا عايز اخليه ياخد access على ال user posts هاخد ده copy واضيفه هنا فهختاره الضغط ولكن اتصبت مطن ببقى الشغال ليه لانه محتاج مني اجنريت اكسس توكين جديد بيحتوي على الpermission الاضافي هقول له generate المرة دي بيقول لي خلي بالك انه ده هيحصل على access على ال timeline بتاعك فهقول له موافق بعدين اقول له submit هلاقي انه هو جاب لي ال posts بتاعتي بالشكل ده طيب كل بوست بيحتوي على ايه مبدئيا ده عبارة عن json object بيحتوي على ال id و ال name اللي انا طالبهم منه بيحتوي على field او attribute اسمه posts بيحتوي على object اسمه data ال object اللي اسمه data في array ال array ده جوا objects بكل posts فعندي ال post ده عبارة عن المسج اللي مكتوبة في ال post و ال id بتاع ال post نفس الكلام لل post اللي بعده نفس الكلام لل post اللي بعده وهكذا طيب عظيم جدا كمان الكلام ده انا ممكن اشوفه في documentation زي ما قلتلكم اللحظات هنا هو قال لي ان انت محتاج تستخدم permission اسمه user posts هنا قال لي ال data هترجعلك في شكل data و بيجينج احنا شوفنا ال data ال array اللي انا لسه ائلكوا عليه لو رجعنا تاني ادي ال data لو رجعت تحت خالص هلقى ان في حاجة اسمها بيجينج البيجينج دوت عشان هو باي ديفولت هنا بيرجعلي اخر عشرة posts احدث عشرة posts طيب لو انا عايز العشرة اللي قبلهم يبقى اقول له هات next طيب انا عايز ارجع تاني هقول له ال previous وهكذا وعندي كمان property اسمها limit لو انا عايز ازود المقدار ده ال limit ده تقدر تزود فيه تقول له مثلا انا عايز 30 post عايز 50 وهكذا طبعا له maximum ده حتى الان انا جبت ال posts طيب لو بصيت على الشمال عندي nodes فعندي شوية parameters انا بختارها فمثلا عايز ال id وال name وعايز كمان حاجة تانية فلما بضغط هنا هو بيقول لي انت عايز ايه بيساعدني لو انا مش عارفها ومش عارف اكتبها ممكن يساعدني اقول له مثلا انا عايز ال education عايز about عايز ال birthday عاي حاجة وبما ان ال posts ممكن يكون جوا ب properties كتير فممكن اقول له ان انا عايز من ال posts عايز بس ال message فاقول له submit هلاقي ان هو جاب لي message by default كده كده بيجيب لي كمان ال id ولو لاحظنا هلاقي هكتب هالي هو ال واحد وفوق طب انا عرفت خلاص وابيكتبها ازاي ممكن امسحها واقول له submit فارجع لي تاني لل default اقول له مثلا عايز create time فاقول له submit هلاقي جاب لي ال id وال create time اقدر هنا بقى اقول له ان انا عايز ايه ممكن اقول له كمع عايز الم message لو انا عارف اكتبها بالشكل ده ممكن اقول له ان انا عايز description description لو انا عامل share لحاجة فبالتالي هيجيب لي message بتاع الحاجة اللي انا عامل لها share هنا هلاقي مثلا description دي حاجة جاية من اليوتيوب فده الم message او الرسالة اليوتيوب بيديها للفيسبوك وهكذا فانت محتاج تعرف كل ال properties اللي انت محتاج تتعرف اعرضها علشان تشوف انت محتاج تعرض ايه وكل ال properties اللي هي محتاجة فده بشكل بسيط جدا ازاي ممكن اجيب ال posts كمان ممكن اقول له ان انا عايز اجيب الفوتوز فاخترت الفوتوز وبعدين اقول له submit كتبها لي فوق هنا زي ما احنا شايفين هقول له submit كتب لي message تاني ليه لان هي محتاجة permission تاني اسمه user photos اقدر اخده copy اضيفه هنا وبعدين اقول له generate access token جديد المرة دي بيقول لي خلي بالك ده هي access الفوتوز بتاعتك اقول له موافق اعمل submit عمل جت للفوتوز طبعا انا الفوتوز هتلاقيها في الاخر ادي الفوتوز بتاعتي عبارة عن data فيها create time فيها الاسم الاد عندي معلومة كمان وهي ان انا لو خدت الاد بتاع البوست او الاد بتاع الفوتو مثلا البوست ده مثلا لو خدت كوبي كده الاد بتاعه طبعا هنشيل الدابل كوت اللي في الاخر دلوقتي وروحت كتبت facebook.com سلاش وكتبت ال اي دي بتاع البوست او بتاع الصورة هيفتح حالي وعملت انتر اواتوماتيك عمل change the url وجاب لي البوست ده البوست اللي هو الدرس رقم 23 لو رجعنا اهو ده درس رقم 23 معمول يوم 24 12 2022 يعني ادي يوم 24 12 22 22 فمثلا لو خدت الاي دي بتاع الصورة ديت وروحت هنا وقلت له facebook وقلت له facebook.com سلاش ال اي دي ومساحت الدابل كوت وعملت انتر هيفتح لي الصورة اوتوماتيك هنشوف ممكن ازاي نستفيد من حاجة زي كده طيب عظيم جدا دي طريقة التعامل مع ال اي بي اي اللي اسمه جراف بتاع الفيس بوك عشان اجيب البوست اجيب الكومنس الفوتوز البيجز كل الحاجات دي كلها محتاج اعرف ايه هي ايه البرميشن اللي هي محتاجاها هيرد علي بشكل عامل ازاي واقدر اعرف التفاصيل لو انا عايز حاجة معينة في الصورة اقدر اكتبها هنا كمان محتاج اعرف ان ال اكسس توكين ده بي اكسباير وازن ساعتين لو ضغطت على الايكون اللي جنبه ديت اللي هي ال اي الانفورميشن هلاقي ان هو بيقول لي ان ده هيكسباير يوم 27 ابريل اللي هو النهار ده 2023 الساعة 21 الساعة 21 اللي هي الساعة 9 الساعة حاليا سبعة ونص وخمسة بي اكسباير بعد ساعتين من الوقت اللي انا فيه يعني انا لو كنت فتحتها الساعة سبعة لو كنت عملت توكن الساعة سبعة يبقى هيكسباير تسعة لو عملتها الساعة تمانية ودقيقة يبقى يكسباير الساعة عشرة فهو بياخد ابتو ساعتين بيحدد لي ان هو valid وان اليوزر اسمه كذا والاب اسمه كذا وكمان بيقولي البرميشنز اللي على التوكن ده فرضا انا الساعتين دول مش بيكفوني انا عايز وقت اكبر فده عن طريق ان انا ممكن اقوله ان انا عايز ا اوبن ال اكسس توكن تول ممكن افتحها من هنا او ممكن من التولز اللي كانت فوق ديت هلاقي اكسس توكن دبوجر ممكن من المكانين مش هتفرق هقوله هنا اوبن ال اكسس توكن فتحولي في نيو تاب اهو تفتح لي ال اكسس توكن دبوجر هلاقي ان فيه تحت حاجة اسمها اكستيند اكسس توكن برضو كاتب لي كل التفاصيل ان هو هيكسباير تقريبا في ساعة اللي هو ساعة وثلت مثلا او ساعة ونص فقدر اقوله ان انا عايز اكستيند التوكن ده فهقوله انا عايز اكستيند ال اكسس توكن هضغط عليه هجنريت لي واحد جديد هيكسباير يوم ستة وعشرين ستة تلاتة وعشرين اللي هو بعد شهرين من دلوقتي فممكن لو انا عايز استخدم التوكن ده لفترة اكبر كل شهرين محتاج اغير التوكن او اشوف ازاي ممكن استخدم الاي بي اي عشان يجنريت توكن اوتوماتيك بالنسبة لي وانا اشغال على الباور بي اي عشان اجيب داتا ان انا اخش اغير كل شهرين الاكسس توكن مش حاجة صعبة قوي ممكن طبعا اعملها اوتوماتيك باي تول تانية او حتى بباور بي اي ممكن بقى نشوف ده في ديمو تاني بس دي طريقة يعني اما ان انت تستخدم الساعتين اللي هما قليلين جدا مينفعوش طبعا او تستخدم اللي هو بي اكسباير كل شهرين بالشكل ده وتيجي تاني تجنيت اكسس توكن جديد وتستخدمه فممكن اخد ده كوبي اروح هناك للاكسبلورر اعملت له كنترول اي وعملت له كنترول في باست فمسحت القديم جاب لي المعلومات بتاعته وما ضغبت عليه قال لي ان هو يكسباير يوم الاتنين ستة وعشرين ستة تلاتة وعشرين التوقيت ده فكده انا بقى معي اكسس توكن عايش لمدة شهرين اول هدف معانا الدرس طول شوية فاحنا خلينا نقسم الكنتنت ده لدرسين بحيص ان احنا نستفيد اكتر ده كان الجزء الخاص بايه هي ال اي بي اي وازاي ممكن نتعامل مع ال граф اي بي اي فدلوقتي احنا معانا اي بي اي بي اي باي باكسس توكن ونشوف ازاي ممكن نستخدمها في باور بي اي ده هيكون موضوع الدرس الجاي ان شاء الله أتمنى تكونوا استفدتوا نتقابل إن شاء الله في الدروس الجاية شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام